ومعنا عبر الأقمر الصناعية من صنبول دكتور فاروق فتيان الراوي أدول موسي والأكاديمي والعراقي مرحبا بك دكتور فاروق معنا عياك الله بداية تهديدات الأعباد من قادة ميليشيا الحجد التي كشف عنها في كلمته المؤخرة في أي سياق تأتي هذه التهديدات أنا أعتقد أن هذه التهديدات تأتي ضمن الحملة الانتخابية أكثر من ما هي تهديدات حقيقية حقيقة ألتعتقد أن تهديدات ربما تكون جدية أم كما قلت مجرد تبادل أدوار بالتأكيد هناك صراعات حول الحصول على أغلب المقاعد أو على مقاعد في الانتخابات صراعات بين أجنحة الحشد مثل ما نعرفه هي ما متكون من مجموعة معينة مجموعة محددة مجموعة مضبوطة هي عبارة عن مجموعة ميليشيات هذه الميليشيات تمتد إلى أكثر من مئة ميليشيا فربما العباد أراد أن ينتهز هذه المرحلة بعد اختيال قاسم ضعيف للتحرك واستغلال هذه العملية للحصول على موطع قدم ضمن هذه الميليشيات يعني لا تعتقد دكتور فاروق أنها تهديدات جدية ولسنا أمام تصاعد الصراع بين ميليشيا الحشد والعباد هو بالتأكيد عندما تتهدد مصالح أي جهة من الجهات ستحاول هذه الجهة نحن خلال 15 سنة شفنا صراعات ما بين أجنحة سواء كانت الجناح الصدري أو جناح المالكي أو حتى المالكي والعبادي أو المالكي والجعفري ولكن عندما تتهدد مصالحهم نشوف يتم الاتفاق وخاصة بعد ظهور النتائج للانتخابات هل تعتقد أن هناك علاقة بين هذه التهديدات التي كشف عنها العبادي والعملية الانتخابية التي تقترب موعدها نعم مكاسم انتخابية عن العبادي نعم بالتأكيد بالتأكيد لو لا الانتخابات والصراعات الانتخابية والحملات الانتخابية التي تتجري في أكثر المدن العراقية لما شفنا هذا التصعيد خلال الفترة الماضية صار أكثر من سنتين والعبادي يشيد بالحشد الشعبي ويشيد بمشاركته ويشيد بإنجازاته ويشيد بكل شيء ورغم الانتقادات الموجهة من أكثر منظمة إنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بعدم انضباط هذه الميليشيات ما لاحظنا إجراء معين قام به العبادي خلال المرحلة الماضية ولكن الحملات الانتخابية التي جرت الآن والتي الآن أصبح كل جناح يحاول أن يحصل على المكاسب بدأ يشعر العبادي أنه هو ضمن الحلقة الأضعف داخل الحشد الشعبي لذلك استغل ذلك انتقاد استغل هذه واستغل عملية هو بالتأكيد أكو صراع بالتأكيد أكو صراع بين أجنحة مختلفة لأنه لو لا وجود هذه الأجنحة المختلفة لكان توحد الحشد بجناح واحد أو جناحين أو ثلاث أجنحة ما امتد إلى أكثر من سبعين أو ستة وسبعين ميليشية من أجل ذلك صحيفة العرب اللندنية ذكرت أن العبادي ليس المرشح الأفضل لإيران بتقديرك دكتور فاروق قال يمكن أن تتخلى إيران على العبادي حاليا العبادي إذا ما قارننا بينه وبين أي مرشح آخر يعني إذا سواء قارننا بينه وبين هذه العامري وبينه وبين المالك وبينه وبين أي من مجموعة عمار الحكيم بالتأكيد المجموعات الأخرى هي أقرب إلى إيران من العبادي العبادي مهما يكون هو وجوده في إنجلترا وحصوله على شهادة عليا وارتباطه في كثير من المراحل مع أميركا أو مع الغرب إلى حد ما يحاول أن يكون هو أقرب إلى التوجه الأمريكي منه إلى الإيران الآن هذا رغم أنه من حزب الدعوة نعم هو حزب دعوة ولكن قد ما يصير الصراع ما بين الأجنحة من هو أقرب إلى إيران بالتأكيد هذا العامري أقرب بالتأكيد عمار الحكيم أقرب بالتأكيد حتى نور المالك اللي الآن يعني كثير من المعشرات تشير إلى عدم أعطاء الأولوية في هذه الانتخابات إلا أنه هو ممكن أن يكون إلى إيران أقرب مننا إلى الأعباد من الأعباد موقع الخليج أونلاين في تقرير له أحصى عدد محاولات الاغتيالات في العراق وقال أن سبعة مرشحين تعرضوا لتلك المحاولات هذا في شهر واحد نيسان الماضي يعني إلى ما ترجع تزاد العنف السياسي إن جاز أن نسميه في الأولوية الأخيرة أنا أعتقد هو صراع المصالح صراع المصالح لأنه نحن من 2003 لحد الآن هو صراع صراع مصالح وصراع مكاسب وصراع فساد وصراع ما بين أجنعها للحصول على المكاسب لا أكثر ولا أقل وأيضا النائبة زينب السهلاني كشفت عن اتفاق سري لتقاسم المناصب بعد الانتخابات ألتعتقد دكتور فاروق أن خلافات ما وقعت بين فرقاء العملية السياسية وقد وصلت الأمور إلى محاولات الاغتيال هذه النائب بالعلاق أشار إلى هذا الاتفاق السري اتفاق سري وموقع بخط اليد ما بين العبادي والمالك لأنه بعد الانتخابات يتم العودة إلى التحالف مرة أخرى للحصول على قائمة بأكثر الأصوات للمحافظة على المكتسبات فهذا شي طبيعي أن يكون هذه الاتفاقات السرية موجودة ما بين هذه الأجنحات نعم أشكرك شكرا جزيلا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول دكتور فاروق فتيان الرابط والمسيو الأكاديمي العرق أهلا وسهلا أهلا شكرا جزيلا أهلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا